النشرة الجوبية من أول قناة إخبارية في الجزائر مرحبا بكم مشاهدنا الكرام إذن غدوان شاء الله تطلع درجة الحرارة القصوى على أغلب الولايات الشمالية خاصة المناطق الشرقية نبدأ نشرتنا الجوبية كما العادة بصورة القمر الاصطناعي التي توضحنا صفاء واستقرار على كل المناطق الشمالية سحب عابرة على أقصى الجنوب الجزائري نحو مرتفعات الهوغار والتسلي الريح إن شاء الله ننهى الخميس سيكون ضعيف على كل السواحل الوطنية حتى على المرتفعات الداخلية الهضاب العليا ومنطقة الأوراس رياح ما رح تعدى سرعة الـ 25 كيلومتر في الساعة في بخص الولايات الجنوبية هبوب رياح من ضعيفة إلى معتدلة نسبيا رح تأدي لتطاير بعض الزوابع الرملية محلية إذن في سباح نهى الخميس تقصر حيكون شباب جواء صيفية بامتياز رح تميز أغلب السواحل الوطنية فقط رح يتشكل ضباب خفيفة على السواحل الغربية الحال رح يكون شوية مغيم عن الخط الرابط بين منطقتين بشار واتيندوف يبقى تقصر شباب على باقي الولايات الجنوبية نجزه مباشرة لدرجات الحرارة الدنيا اللي يسجل ان شاء الله في سباح نهى الخميس رح تلحق إلى حوالي 24 درجة على الثامن راستو تنزواطين 25 درجة على إليزي جانات عناميناس نفس المقياس بمنطقة تيندوف في حدود 22 درجة على بشار 27 درجة على عين صالح أدرار تيميا وينرقان 19 درجة على غردايا زلفانة المنية حتى منطقة الوادي 18 درجة على أغلب السواحل الوطنية عنابا جيجل سيكيدا الجزائي العاصمة بليدة بوبرداس 14 درجة رح نسجلها بكل من النعامة والبيض نفس المقياس بأم لبواغيق سنتينة وسطيف 11 درجة كأدنى مقياس على باتنا خنشلة واتبسة في ظاهرة النهار الخميس هذا كذباب الخفيف اللي كان يميز كل السواحل الغربية رح يزول تدريجيا رح تتشكل بعض السحب العابرة بالنسبة للمناطق الداخلية الغربية كمنطقة النعامة حتى الجلفة وتيرت تقصر حيبقى شباب على باقي المناطق الشمالية رح تتشكل بعض الرعود المنعزلة على منطقتين بشار واتندوف صحب عابرة مرتقبة على منطقة تامنراس لكن يبقى الحال شباب شميسة تبقى تميز منطقة الوادي ورقلاتو جورد حتى منطقة أدرار جزء مباشرة لدرجة الحرارة القصوى في ظاهرة نهر الخميس ترتفع بالنسبة للمناطق الشمالية خاصة المناطق الشمالية الشرقية الداخلية منها 36 درجة على قلمة سوق هراس 32 درجة على قسنطينة وبسطيف 30 درجة على باتناخنشلوت 36 درجة على الغواط بسكرا وأفلو 35 درجة على تيزي بزو كذلك منطقتين الجلفة والتيارت 34 درجة على الجزائر العاصمة 32 درجة على النابة 31 درجة على وهران تفراوي وبوسفر منسبة للولايات الجنوبية 43 درجة كأعلى نقياس على الصحراء الوسطى بالضبط على منطقة عين صالح حتى على أدرار تيميوين وارقان 37 درجة على غردايا زلفانة المنيعة 42 درجة على منطقة تندوف عين قزام برج باجي مختار وعين أزاوة 41 درجة على إيليزي جانت وعين ميناس البحارة إن شاء الله لنهار الخميس سيكون قليل الاضطراب لا هادئ على طول الشريط الساحلي رح تكون ضعيفة بالنسبة للسواحل الوسطى تتراوح سرعتها من بين 10 إلى 20 كم في الساعة وتتراوح إن شاء الله من بين 20 إلى 30 كم في الساعة لكل السواحل الغربية والشرقية الرؤية إن شاء الله رح تكون حسنة على طول الشريط الساحلي علو الموجة رح يكون أقل من المتر الواحد على كل السواحل الغربية والوسطى المتر الواحد بالنسبة للسواحل الشرقية اتجاه الموجة رح يكون شمالي على السواحل الشرقية والشمالي شرقي على كل السواحل الغربية والوسطى بخصوص حرارة مياه البهر ستلحق حتى 30 درجة بإذن الله إذن وقبل من ختم نشرطنا لنهار اليوم نتوجه بكم إلى ولاية تلمسان إن شاء الله نهار الخميس والسبت تقصر حيكون شباب لكن فقط نهار الجماعة تتشكل بعض الصحب العابرة مع درجة حرارة دنيا تتراوح ما بين 13 إلى 29 درجة بعصباح وما بين 27 إلى 34 درجة خلال الظاهرة صارات الرياح في مرش تعدى 30 كيلومتر في الساعة والرطوبة حوالي 75 في الأخير ختم نشرطنا الجوبيا بورقة المعلومات الفلكية لتخص شروق وغروب الشمس للجزائر العاصمة وبعض من ولايات الوطن إذن كانت هذه تفاصيل الوضعية الجوبيا المنتظرة إن شاء الله في صباحة وظاهرة يوم الخميس بإذن الله نشكركم على طيب الإصغاء والمتابعة في أمان الله